والتحابي بقى اتلم واقول انه انا فرحان وانا مبسوط وسعيد للغاية وفخور بجد من قلبي اللي شفت في بلدي كمان فيه بنية تحتها تعملت يا جماعة الشرم الشيخ والطريق من القاهرة لشرم الشيخ اللي عايز يروح بري بقى تربع ساعات وقل وكمان مطار شرم الشيخ بقى مطار حاجة تاني جاهزوا لي يا محمدي يا فريدة جاهزوا لي فيه فيديو عندكم بيشرح فكرة التطوير اللي حصل في مطار شرم الشيخ بعد الفصل يعني جاهزوا لي شغلهولي شغلهولي المطار بقى مطار تاني المطار بقى حاجة تاني خالص يعني المطار شرم الشيخ بقى مطار يعني لا يا جماعة شرم الشيخ بقى قصة قصة تاني خالص المفروض الناس تنبهر والناس تسعد والناس تفخر لو عندك صوت يجمعش يجلوك ده غرفة المراقبة والمطار بقى مطار دولي يشار إليه بالبنان وفي الاستقبال في عملية السفر وعملية الوصول بأسرع وأكثر الطرق اللي بتخلي المواطن أو الراكب يشعر بالانتنان يشعر أيضا بالفخر لبلده يشعر أن فيه مجهود يعني أعتقد أنه مطار شرم الشيخ استقبل خلال الأيام القليلة الماضية ومازال رحلات أعتقد أنه حضراتكم بتشوفوها في وسائل التواصل الاجتماعي الصور اللي بتقول أن المطار قادر على أنه يؤدي خدمة جوية وخدمة أرضية على أفضل مستوى عالمي شفنا هذا كلام وإحنا مسافرين شفناه وإحنا راجعين شفت الناس سمعت الناس يبتكلم سمعت الهمس بين الناس وموه عملي يقولوا اتعمل إمتى هذا الكلام اتطور إمتى المطار بقى مطار تاني خالص تاني بشكر القائمين على في وزارة طيران المدني وشركة مصر الطيران وإدارة مطار شرم الشيخ أنا بشكر الناس دي وممتن جدا جدا لهذا العمل المخلص واللي جاي إن شاء الله أفضل بي